السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو هنتعلم مع بعض أسماء الألوان باللغة الإنجليزية واتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باللون الأول Red 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 هو اللون الأحمر Green 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 هو اللون الأخضر Blue 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 هو اللون الأزرق Yellow 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 هو اللون الأصفر Black 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 هو اللون الأسود Brown 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 هو اللون البني Orange 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 هو اللون البرتقالي White 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 هو اللون الأبيض Pink 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 هو اللون الوردي Golden 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 هو اللون الذهبي Golden Golden هو اللون الذهبي Gray 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 هو اللون الرمادي Purple Purple هو اللون البنفسجي Silver هو اللون الفضي الفرق ما بين اللون الرمادي واللون الفضي أن اللون الفضي له لمأ يلمأ فهو Silver أما متعدد الألوان أي له عديد من الألوان يسمى Multicolored 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 أي له ألوان عديدة لنستمع مرة أخرى للألوان وحاولوا أن تكرروا مع اللون حتى تقوموا بحفظه White White نلاحظ أن حرف الـ H في كلمة White لا يلفظ White وهو اللون الأبيض Yellow 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 وهو اللون الأصفر Green 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 وهو اللون الأخضر Blue 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 وهو اللون الأزرق Purple 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 وهو اللون البنفسجي Red 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 وهو اللون الأحمر Pink 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 وهو اللون الوردي Orange 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 وهو اللون البرتقالي Brown 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 وهو اللون البني Gray 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 وهو اللون الرمادي Black 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 وهو اللون الأسود Golden 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 اللون الذهبي Silver 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 اللون الفضي وأخيراً إذا كان الشيء له عدة ألوان فيسمى Multi-Colored 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 والآن دعونا نتمرن سوياً على الألوان أنا سأضع اللون وعليكم أن تذكروا اسم هذا اللون اللون الأول اللون الأول نعم صحيح Red Red اللون الثاني أحسنتم Green Green اللون الثالث Excellent Blue Blue اللون الرابع أحسنتم Yellow Yellow اللون الخامس ممتاز Black Black اللون السادس أحسنتم Brown Brown اللون السابع هلا بس أحسنتم 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 اللون الحادي عشر ممتاز اللون الثاني عشر أحسنتم اللون الثالث عشر ممتاز إذن هذه هي جميع الألوان باللغة الإنجليزية أبيض أصفر أخضر أزرق بنفسجي أحمر وردي برتقالي بني غري رمادي بلاك أسود ولدينا أيضا جولدن الذهبي وسيلفر الفضي وأخيرا مالتي كولرد كده أنا انتهيت من هذا الفيديو أتمنى إذا عجبكم الفيديو أنكم تنزلوا أسفل الفيديو تضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا ترجمة نانسي قنقر